يعني أنا كثير مبسوط أنه دكتور نسيم معنا أكيد نحن جميعا مبسوطين أكيد فعدها بوجدك معنا اليوم دكتور نسيم أهلا وسهلا فيك بذكرى تأسيس إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية 59 أشي تحب تحكي لنا أشي سالتك بسم الله الرحمن الرحيم أشكر أخي الأستاذ بسام وأختي شهد وأنا بالبداية اسمحي لي أني أستغل اليوم في مناسبة عزيزة على قلوبنا هي مناسبة تعريب قيادة الجيش العربي وجيش كل العرب هذا الجيش الذي يدافع عن حياظ هذا الوطن صيفا وشتاء ليلا ونهارا اسمحوا لي أني أوجه التحية لقواتنا المسلحة الأردنية ولأجهزتنا الأمنية وأمهات الشهداء تحيي لزوجات هؤلاء الجنود والشهداء تحيي لكل من يرابط على حدودنا لحمايتها ليبقى هذا الوطن عصي على الأعداء ليبقى آمن مستقر وأترحم على جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين طيب الله ثراه الذي ما رأى استقرار وأمن هذا البلد إلا بتعريب قيادة الجيش العربي ودعواتي إلى الله عز وجل أن يحفظ جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بالحسين ولي عهده الأمين تحية لكل جندي ولكل مواطن هذه المناسبة تدعونا إلى أن نكون نحن جنود خلف الجنود حتى نحافظ على أمننا واستقرارنا أما بالنسبة للإذاعة الأردنية الإذاعة اليوم تحتفل بالعام التسعة وخمسين على إنشاءها لكن هي الإذاعة كانت قبل ذلك كانت قبل ذلك في عام 1948 كانت في القدس في رامالله ثم كان اسمها إذاعة القدس ثم تغير اسمها إلى الإذاعة الأردنية الهاشمية من القدس ثم انتقلت الإذاعة إلى جبل الحسين كانت هناك غرفة صغيرة وافتتحها جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله الثراء كانت تبث ثلاث ساعات ساعة الصبح وساعتين المساء إلى أن انتقلت إلى موقعها التي نحن فيه الآن أم الحيران فافتتح جلالة الملك الحسين استوديوهات الإذاعة وأيضا محطة الإرسال اللي موجودة بجنبنا اللي هو في مرجل حمام الشرقي الإذاعة الأردنية هي أم الإذاعات الإذاعة الأردنية خرجت كفاءات رفدت العالم العربي وحتى رفدت الدول الأجنبية إن الزملاء كانوا في مونتي كارلو كانوا في البي بي سي ولا يزال حتى زميلنا سالم العبادي موجود هناك فهذه الإذاعة واللادة وأنا أقول مدرسة وجامعة لأنه اللي بتخرج من المدرسة بروح يتعلم بالجامعة لا إحنا هذه الإذاعة هي مدرسة وجامعة لأنهم كانوا يخرجون لإنشاء إذاعات وإدارتها فهذه الإذاعة أيضا لكل الزملاء العاملين فيها والزميلات أجمل تحية وما تتقدم الإذاعة إلا بوجود هذه الكفاءات الإدارة هي مسهلة للعمل ونحن كمدراء نقول كل موظف في هذه الإذاعة هو مدير حتى المراسل بصلاحياته التي يقوم بها وأيضا نترحم على زملائنا الذين ذهبوا إلى جوار ربهم وكانت لهم لمسات في هذه الإذاعة وما زالت أنفاسهم نتنسمها في كوردورات الإذاعة وفي حديقتها وفي استوديوهاتها دكتور صحيح لما نسمع هنا عمان وموسيقى الأخبار أو قبل الأخبار أو الأغلية الوطنية زميننا ماهر لاغة قبل شوي قال هنا عمان بصوت ماهر لاغة هذه الأصوات التي نسمع برامج منذ الطفولة قارننا بعد الخمسين لكن ما تزال هذه الأصوات في أذهاننا مازل القباج الله يرحمه وكل الزملاء التي كانوا في هذه الإذاعة لكن خططك المستقبلية دكتور في أجل الإذاعة والبرامج المنوعة بعجالة سيدي لا يوجد شك أن لدينا خطط للإذاعة تطويرية نحن عندنا الآن نظام سندخل نظام النيتيا أدخلنا نظام قبله نظام كان في عندنا الشريط الريل وكان عندنا السيدي وبعدين الميدياترون جهاز يخزن عليه المواد الآن سنقوم بإدخال النيتيا النيتيا ستدخل فيه 700 ألف مادة أجهزة لحفظ المواد الموجودة في المكتب الموسيقية عندنا أرشيف نعم 700 ألف مادة موجودة في المكتبة الآن سيتم نقلها ووضحها في هذه الأجهزة آمنة في حفظها سهلة في استدعائها يعني تستطيع أن تستدعي أي مادة مجرد أن تذكر جزء من العنوان لهذه المادة أيضا لدينا تطوير ثلث استوديوهات الآن تحت الترميم فراغنا من هدمهم والآن التبليط انتهى الآن بقي علينا أن نحط الأجهزة نضح هذه الأجهزة في هذه وعلى مستوى البرامج هناك خطة تطويرية للبرامج نحن عندنا كل أسبوع اجتماع للموظفين مع رؤساء الأقسام وبعد ذلك يطرح أفكارهم ويأتوا إلى مدراءهم ويجلسوا معهم بعد ذلك المدراء يجلسوا مع مدير الإذاعة ويتدارسوا ما توصلوا الله أعطيك الصحة إحنا في عندنا خطة تدريبية أيضا عطوفة الأستاذ فراس نصير مهتم بالتدريب ورح يكون هناك دورات تدريبية مكثفة لسقل طاقات وخبرات الشباب ومهاراتهم حتى يكون عندنا منتج لأننا ننقل خطاب الدولة الأردنية ولا بد أن يكون هذا الخطاب بالمستوى الذي يرضي المواطن وأيضا بالدرجة الأولى نحن ننفذ توجيهات جلالة سيدنا دكتور ناسيم نحن جدا سعداء وجدك معنا اليوم يعني أنت مش ضيف أنت معزب جيمة زي ما بيقوله والساد السام كان يعني عامل في الإذاعة أول ما بدأ وبدأنا في الإذاعة هل تحب تكمل معنا البرنامج دكتور صلى الله عليه وسهل فيك الله يكرمك بارك الله فيكم بارك الله فيكم الله يسلم يعني بدأ أقول بس كلمة أخيرة كنا أول تعييننا متى رح ندخل على استوديو ونقول هنا عمان بعد ست أشهر حتى دخلنا مع مذيع وقلنا هنا عمان وأنا بدي أقول لزملاء المذيعين لا تستعجل لا تستعجل أنت حاول أنك تطور نفسك لما تشوف حالك جاهز اطلع على الهوى قبل هنا عمان هنا عمان إذا أعطت المملكة الأردنية العاشمية ستبقى هذه الإذاعة إن شاء الله وعادت فعلا عاد لها ألقة وهناك يعني إشادة كبيرة جلالة سيدنا أنعم علينا بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى نتيجة لجهود هذه الإذاعة والعاملين فيها جهودكم ماضحة وجهودكم مشكورة على مدار الساعة أنا أعرف أنت بتقول أنه طول يلا خلص أنت مذيع ومدير يعني ما رح نقدر لك كل عام أنت بخير كل عام أنت بخير يا سيدي كل عام للعمر المديد للإذاعة والتطور للعمر المديد لشخصك في هذه الإذاعة مديرا لهذه الإذاعة الله يكرم كل الشكرة سيدي ترجمة نانسي قنقر